محاكمات غير قانونية تعرض لها 36 معتقلاً في سجون ميليشي الإنقلاب في صنعاء الأدهى من هذا وذاك هو حديث أحد المعتقلين المحكوم عليهم والذي قال في جلسة المحاكمة إنهم تعرضوا لأسوأ نواع التعذيب المختطف الدكتور يوسف البواب أكد خلال الجلسة تعرضهم في سجن مخابرات الأمن السياسي للتعذيب والتجريد من الملابس بشكل جماعي وضربهم بالحديد ونحوه من طرق التعذيب نقابة المحامين اليمنين بدورها أكدت عدم قدرة المحامين من الدفاع والحضور كون الاعتقالات تتم لأي محام مستنكرين هذه المحاكمات الهزالية ومطالبين المجتمع الدولي الضغط لإيقاف هذه الانتهاكات في نقابة المحامين وكمنظمات محلية مناشد المجتمع الدولي بإيقاف تلك التصرفات ورد هذه الميليشيات والإفراق عن المختقلين لأن كل ما تقوم بهذه الميليشيات بإقراءات كلها مخالفة للقانون المحلية والدولية أكثر من مائة مختطف توفوا في سجون ميليشي الانقلاب نتيجة بشاعة التعذيب حسب مصادر حقوقية بينما يزيد أعداد المختطفين عن 13 آلاف مدني في سجون ميليشي الحوث وصالح أصيب الآلاف منهم بأمراض وإصابات متنوعة ورد على هذه المحاكمات والتعذيب أكد مسؤول في وزارة الشؤون القانونية إلى ترتيب خطوات لتحرك عدة جهات حكومية لتقدم ملفات لمنظمات دولية متخصصة حول انتهاكات ميليشي الانقلاب لابد من وقف قد لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والذين من ضمنهم صحفيين وإعلامين وناشطين حقوقيين لإيقاف هذه المهزلة لابد أن يتم تصعيد الأمر والتخاطب مع الجهات الدولية مع لقناة حقوق الإنسان في الجامعة العربية مع لقناة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان مع لقناة حماية الصحفيين في الدولية من أجل الضغط على إيقاف هذه المهزلة التي قد تفضي إلى قتل أو إلى مقتل هؤلاء بطريقة غير قانونية وغير سليمة حماية للحقوق والحرية مطالب الأمم المتحدة المتكرر لميليشي الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لم تنفذ منذ أكثر من عامين وهو ما جعل منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة إلى إجبار الميليشي على الإفراج الفوري عن المدنيين المختطفين محاكمات هزلية وتعذيب بشع يتعرض له المعتقلون من قبل ميليشي الانقلاب وسط مطالب للمجتمع الدولي بإيقاف هذه التصرفات والانتهاكات المتكررة بلالة صبر الإخبارية تعز